اشتركوا في القناة اشتري كريمها نباتي اشتري كريمها حيواني اشتري انواع زبدة ايه الافضل بودر مارجارين هشرح لكل حاجة في الفيديو ده يلا بسرعة ادعمونا باللايك والشير والكممنت الحلو خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو طبعا اصحابي من الاسئلات كتيرة اللي بتتكرر في الفيديوهات اشتري ايه في الكريمات بروح قدام التلاجة بحطور طيب احنا النهاردة في السوبر ماركت زي ما انتم شايفين انواع الكريمات لا حصرة لا قدامنا الكريمة الحيواني والكريمة النباتي هشرح لك انا تقريبا اغلب الانواع اللي انتم شايفينها في التلاجة دي انا جربتها وطبعا كمان فيه السوسات زي السوس اللي هو البينك سوس اللي هي سوسات الماكرونا سوسات البشاميل الجهزة للناس الكسلانين كده اللي مش عايزين يعملوا ايه وصفة البشاميل الاصلية فخلونا نسمي بقى بسم الله ونبدأ هنا اصحابي زي ما انتم شايفين انواع الكريمات فيه انواع انتاج عربي زي المراعي فيه بقى انواع مستوردة زي الانتاج بريطاني وانتاج فرنسي وايطالي فيه يعني قدامكم طبعا الاصعار بتبدأ من اتنين اللتر الواحد بيبدأ اتنين ريال تقريبا وستمية انا بتكلم على الريال العماني الريال الواحد بيعادل اتنين دولار وتمانين سنتي يعني تلاتة دولار تقريبا طيب زي ما انتم شايفين اول نوع اللي انا مسكه ده ده كريمة مخفوقة جهزة كده للناس الكسلانة عايزة تحط على ايس كوفي على ايس كريم على هوت شوكلت حاجة سهلة وسريعة كده مخفوقة سهلة وسريعة طيب او على كوب كيك سريع ومش عايزة تخفق طبعا دي متوفرة زي ما انتم شايفين طيب فيه بقى هنا الويبين كريم والكوكينج كريم فيه كريمة للخفق وكريمة للطبخ انا بقولك من تجربتي الشخصية كريمة الطبخ بتبقى خفيفة قوي وما فيهاش طعم وما فيهاش دسم البديل بتاعها معلقة حليب كوباية حليب ومعلقة طحين واشتغلي بيها لو مش عايزة تشتريها لكن لو انت عايزة بتفضلي طعم الكريمة الويبينج اشتري الويبينج كريم بيبقى طعمها حلو نسبة الدسم فيها عالية بتستخدميها للحل ولمالح عايزة تستخدميها صصات ملحة شغالة معيك عايزة تخفقيها وتزيني بيها شغالة معيك هتستخدميها في الايس كريم هتعملي بيها موس فراولة موس شوكلت كده هتشتغل معيك دي اللي هي الويبينج كريم وزي ما قلتلكم فيه انواع انتاج عربي وفرنسي وبريطاني وانتوا بقى اختاروا من كل الدول موجودة طيب طبعا فيه قدامكم العبوات زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه العبوة لتر نص لتر ربع لتر اللي هي المتين وخمسين ملي فطبعا انت بتختاري بس هي مشكلتها ان انت يعني انا بفضلك لو هتخضي اللتر طبعا بيبقى اوفر في الفلوس لكن لو مشكلة اللتر ان انت لما بتفتحيها وتستخدميها لازم تستهلكيها خلال سبعة ايام لو حطتيها في الفريزر وجيتي تطلعيها تفك عشان تخفقيها ما بتتخفقش بتخرب خلاص تستخدميها بقى في موس في جناش في حاجة لكن عشان تخفقيها وتزيني بيها ما بتنفعش فلو انت بقى بتفضلي الويبين كريم استهلك يعني اشتري على قد استهلكك ربع لتر ونص لتر حسب الكمال لا تستهلكيها طيب في حاجة تانية ان الويبين كريم اللي هي الحيواني بتبقى حساسة جدا في الشغل يعني لازم تكوني حريصة وانت بتخفقيها ثانية زيادة زودتي في الضرب بتفصل وتعمل زبدة فدي مشكلتها بالنسبة لو حد مبتدئ في المطبخ طبعا النوع اللي انا مسكت ده اللي هو ديكور أب اللي انا بتشوفه معايا في الفيديوهات باستخدمه لتزين الكيك والترط طبعا وده اغلب محلات الحيواني اما باستخدمه البودر الخام او باستخدمه السيلة دي سباتها عالي اللونها ابيض طعمها حل ما بتسحش وانت بتزيني الترط تديكي اشكال متماسكة وممتازة طبعا كان بالنسبة للكريمة طيب ندخل بقى على موضوع الزبدة زي ما انتوا شايفين في مرجرين في مرجرين بتعم الزبدة في طبعا بقى الحاجة اللي هي لا يعل عليها الزبدة اللي منقصها حيواني طيب هي ايه المشكلة المرجرين اغلب المخابز والافران في المعجنات الكروسون والفطير والحاجات دي كلها والباتيبان والحاجات دي كلها بيستخدموا مرجرين بس مشكلة المرجرين ما فيهاش طعم ما عندهاش طعم بتورق ومش بتسيح في العجينة وكل حاجة لكن ما عندهاش طعم طبعا الزبدة اللي منقصها حيواني طبعا بيبقى طعمها تحفة وبتديكي توريقة بتاكل حاجة كده حتى وانت بتغبزيها الريحة بتبقى غير طبعية طبعا الانواع زي ما انتوا شايفين زي ما قلتلكم فيه سبريد وفيه مرجرين طبعا المرجرين هو بديل للزبدة تقدر تستخدميه في المعجنات في الكيك في البسكوتات في كل حاجة طبعا فيه انواع مختلفة انا عن نفسي جبتها مرة واحدة جربتها ما عجبتنيش خالص رامتها وبحب استخدم زبدة المراعي جربت اللورباك صراحة ما عجبنيش طعمها ده زوء الشخصي يمكن حد تاني بيفضلها هو حر طبعا طبعا فيه اللورباك عاملين منها السبريد اللي هي بتتفرش على الصندوشات او الطوست وعملين منها اللي هي السبري البخاخ لو انت عايزة تقلي بيد اوملت زي ما انتم شايفين طبعا سعر زبدة المراعي ب3 ريال و600 لورباك تقريبا اغلى منها يمكن 200 بيسة تقريبا وده اللي هو السبريد اللي هي بتتفرش على الصندوشات طبعا بقى ليكم حرية الاختيار انا عن نفسي بفضل استخدم زبدة حيواني في المعجنات والكيك النتيجة طبعا بتطلع طحفة اللي بيفضل المارجارين طبعا هو حر يقدر يستخدمها ما فيش اي مشكلة ده كنا اتكلمنا على الزبدة وعلى الويبن كريم والكوكينج كريم زي ما انتم شايفين الانواع ما شاء الله تبارك الرحمن السوبر ماركت مليان نيجي بقى للويبن كريم اللي هي البودر دي ما تنفعش خالص في تزيين الكيك بتسيح وتماسكها ما فيش تماسك اصلا دي تحطيها مثلا في عجينة تحطيها في رز بحليب في بودنج تدي دسامة وتدي طعم حلو لكن ان انت تخفقيها يعني تزاني بها وش حلو بارد كده ماشي اوكي لكن عشان كيك وجاتو زي اللي بتشتريه من المحلات ما بتنفعش بتسيح بسرعة وما لعندهاش اي تماسك اللي عايز يشتري كريم شانطية يروح عند مسلزمات الحلواني يشتري الخام اللي هو بدون سكر ده بيبقى تمسكه عالي لكن مش متوفر في كل الدول للأسف طبعا اللي انا ورتولكم بيبقى فيه منها طبعا اللي هو بتعمل فانيل اللي هي بيبقى لونها ابيض فيه منها اطعم تانية بالشوكولاتة بتعم الشوكولاتة وبتعم الفراولة بيبقى الفراولة اللونها احمر او بينك والشوكولاتة بيبقى لونها كاكاو زي اللي انتوا شايفينها دي فوق اهي بالشوكولاتة بس الفراولة النهاردة ما كانش موجودة طبعا اللي جنبها دي اللي هي المايزينة النشا وهنا ده الكاسترد اللي الناس بتسألني عليه الكاسترد البودر اللي مستخدمه في البسكوت او في البودنج ده على السخن فيه منه بيبقى على البارد بس مش متوفر في السوبر ماركت لايك وشير واشتراك